بأقدام ثابتة تستعرض أنقرة قواتها بعد 45 عاماً على غزوها شمالية قبرص يومها شطرت أنقرة بدخولها العسكري الجزيرة الاستراتيجية إلى ما يعرف بقبرص التركية وأخرى يونانية اليوم وبصوت واثق يشطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلامياً منطقة يصفها بالآمنة على الحدود السورية التركية ويرى أن غزو الشمال السوري لا يقل أهمية عما وصفه بعملية السلام في قبرص التصريحات التركية من رأس الهرم لا تتوقف الحديث عن الأهداف يتكرر الاستحواذ على المنطقة الممتدة من منبج إلى الحدود العراقية هو المبتغى وما بين المبتغى والواقع ميدان متحرك لا بالعسكري فقط وإنما بمفاوضات تركية سورية برعاية روسية السيطرة السورية على منبج تمت وإلى عين العرب كوباني تشحذ الهمم كما التعزيزات وحدها الخطوات الغربية تشبه حال الانسحاب المتقطع على مراحل للقوات الأمريكية من الشمال السوري فكانت عقوبات أمريكية على وزارتي الدفاع والطاقة وأخرى أوروبية تبصر النور مع مرور الساعات فلحقت بريطانيا بركب فرنسا وألمانيا في تعليق صادرات أسلحتها إلى أنقرة ولكن ماذا عن فعليتها بعد الإصرار التركي على مواصلة الغزو؟ سؤال يبقى مطروحا ما بقيت العقوبات ملاذا بعض الدول